كرسة اليوم الثلاثاء السفينة قاعدة الغطاسين نازع إلى القام السفينة أشرون تابعة البحرية الفرنسية بميناء جنجل في ولاية بيجاء جيجل في توقف يدوم أربعة أيام وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن رسول السفينة الحربية الفرنسية يأتي في إطار تجسيد برنامج تعاول عسكري الجزائري الفرنسي لسنة 2020 ونحن في سنة 2021 إذن راح فيه برنامج عسكري هذه النقطة المهمة في الموضوع فيه برنامج عسكري فرنسي جزائري لسنة 2020 نعم فيه طيب سحنتو ما كنتوا تقولوننا وكان الذباب والأذناب يخرج في 2019 حتى 2020 فرنسا راح تتسخن على الحطب فرنسا ما ما نش عارف واشنو واحد قالهم حتى بلي الفرنسيين راح ينوقفوا قدام القنصليات والسافرات بشيط البول فيزا للجزائر وين القضية قطع دابر فرنسا المنجل ما هي وين هذا القضية رانا نشوفوا الآن أن فيها بواخر حربية فرنسية ترسوا في موانئ الجزائر ما القصة وين راي الحكاية وين راي النوفمبرية والباديسية وأنه جزائر جديدة وتتخلص من فرنسا وأتباع فرنسا وحزب فرنسا وين هذه بواخر عسكرية بوارج عسكرية واشنو البرنامج هذا الجزائري الفرنسي وراه البوارج الحربية اللي راه الجزائرية اللي تروح لفرنسا ولا البرنامج هذا في اتجاه واحد فقط لأنهم جيبوا أخر من الفرنسي العسكرية وتجي عندنا طبعا يأكلوا يشربوا يرقصوا يدهم يرقصوا يدهم يحوسوا أشياء أخرى كثيرة لعسكر فرنسا بالمناسبة ليس فرنسا برك يعني حتى نكونوا منصفين قبل أربع أيام أيضا فيها أو خمس أيام فيه بارجة فرنسا عسكرية روسية مليئة بالبحارة روس جاي بينهم يتسخنوا في شمس الجزائر هذون هما جايين يتسخنوا موش مش رح نكتعوا عليهم إحنا الغاس تلاعب لما كنا نقول بعض إخواننا اللي كانوا يتخدعوا بهذا الكلام هذا الجماعة الحاكمة هي في يد فرنسا كيما يد الغسال كيما يد الميت في يد غسال ميت كيموت إنسان كيموت ويصبح جثة أو جثمان يصبح بدون حركة ويفعل به الغسال ما يشاء طبعا الحمد لله إن الغسالين في الغالب وينطفوا الجثة حتى تروح طاهرة على الأقل جسد يروح طاهر من كان ذلك لا يكفي يجب أن تكون النفس طاهرة ويجب أن يكون القلب سليم لمن يريد أن يلقى ربه لقاء طيبا العصابة هذه في الدفرنسا أسوأ من ذلك لذلك كل ما كان يقال لما كانت دعاية في أوجهة أيام القيد صالح دعاية تنفخ في شكل وتهاجم فرنسا كنا نبتسموا من هذا الدعا كل مرة هم هذو اللي رام يشروف الدعاية رام يكذبون عليكم رام يكذبوا رام يخادوا رام يمكروا ما هو شهدوا الحقيقة لأن باختصار بسيط عندما يكونوا يعالجوا في فرنسا وتكون سفرياتهم من فرنسا وتوريزم من فرنسا والبنوك تحتهم في فرنسا والابناء تحتهم لفرنسا وزوجاتهم يرسلون لفرنسا وهم عايشون في جزائر هم عايشين في كلوب دي بار عايشين في طرويسة صان كارونت عايشين في حيدرا عايشين في أرقل لكن مع ذلك فرنسا هي الوجهة فرنسا هي الحضارة هي البداية هي النهاية بالنسبة إليهم يعالجوا هنا كي يكونوا هذا هو الطبقة اللي تحكم ما تقدرش تكون لتفرصها ومعارفين لهم كل شي دخلين لهم الغرف النوم مش فقط دخلين لغرف النوم يعني يعني رميضعون ألبستهم أمام مستشفياتهم وأمام وحيانا أمام مستشفيات عسكرية يعني يبدون لهم عرات كيف هذون يقدروا يواجهوا فرنسا أو حتى يدافعوا على أدنى المصالح بتاع الجزائريين في فرنسا يعني فيه الآن هذا قانون سيباراتيزم اللي هو يمس المسلمين عموما وطبعا المسلمين في فرنسا هما أكثر من الثلث هما جزائريين أكثر من الثلث هل اسمعنا حرف واحد جملة واحدة من نظام الجزائري مثلا يندد بهذا القانون اللي هو قانون عنصري وقانون يريد إخضاع كما قال أحدهم يجب أن يخضع الله إلى قوانين الجمهورية هكذا قالوا يعني في هذا القانون قال يجب أن يخضع إله المسلمين إلى قوانين الجمهورية فهو تحت قوانين الجمهورية وليس فوقها وفي هذا فقط الاستفزاز لأنهم يعرفوا أن الأديان كل الأديان هي فوق الجمهوريات وفوق الأديان شيء آخر وبدون أن ندخل في التفاصيل ما سمعناش ولا انتقاد واحد على معاملات الجزائريين أحيانا ببشاعة في فرنسا ولا انتقاد واحد لقانون السيفاراتيزم لماذا؟ لأن الجماعة الحاكمة ما تقدرش لا تملك ما عندهاش القدرة هنا برك باش نراجعوا الناس ونقولون لهم أن اللي خدعوكم الفرنسا تتسخن هذا العام الحطب وقضع دابر فرنسا هذا هو أقل شيء أنك ما تجدوش تصدقوهم ما تجدوش تستمعو لهم لأن هؤلاء خدمتهم هم خدعوكم والمكر أكثر من ذلك اليوم أيضا جامع هذه قضية البارجة الفرنسية وكانها جات مرتبة يعني كان قضية البارجة الفرنسية كان قضية يناقشوا في البرلمان الفرنسي يناقشوا في قانون السيفاراتيزم كما يسموه يعني قانون معادل المسلمين أساسا يعني والآن كثير من الأصوات الحمد لله أنا كثير من الأصوات فرنسية أساسا من اليسار عموما ولكن فرنسية الأصوات وأوروبية أيضا يعني شفنا 36 منظمة غير حكومية عالمية 36 منظمة من عدة بلدان تقريبا 13 بلد رفعت دعوة ضد فرنسا دعوة إلى مجلس الحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يقول من أن فرنسا في الحقيقة تضغط وتخنق المسلمين بقوانينها إذن هذا الموضوع لا يتعلق الآن لم يتعلق بالمسلمين يعني كل من لديه ضمير كل من يكره العنصرية كل من يكره القهر كل من يكره الظلم في كثير من المنظمات الحقوقية وكثير من الصحفيين وكثير من الناس أصحاب الضمير الحي في فرنسا وخارج فرنسا ينددون بهذا القانون قانون السيباراتيزم كما يسموه انفصالية الإسلامية لكن تصادف مع هذا القانون تصادف هذه قضية البارجة وتصادف أيضا معها شيء آخر وهو ما يسموه بفرض مثاق على الإسلام مثاق جمهوري على الإسلام هذا اللي عبروا عليه بيجب أن يخضع إله المسلمين إلى قوانين الجمهورية في نفس الوقت صدر اليوم صدر اليوم تقرير لأحد المؤرخين الفرنسيين كان كلفه ماكرون وهو بن جامل ستورا تقرير هذا يتحدث عن ما كلف به من أنه ينظر في موضوع الذاكرة كما سمه الذاكرة والحقيقة أو ذاكرة وحقيقة ميموار إفريتي مش حتى لا ميموار إلافريتي ميموار إفريتي هذا هو العنوان وجاء التقرير في 146 صفحة تقرير بكل تأكيد في بعض التقدم في بعض الإيجابيات لا شك في ذلك لكنها تفصيلية تفصيلية وستبق الماكرون استبق هذا التقرير وقال ليس هناك توبة وليس هناك اعتذار مكاش ريبونتونس ومكاش إكسكيز مكاش توبة ومكاش اعتذار لن نتوب ولن نعتذر عن استعماركم 132 سنة استدماركم تدميركم تدمير هويتكم تدمير تاريخكم تدمير بلادكم إخراج الجزائر من التاريخ جعلها جزء من فرنسا لا يتجزأ من فرنسا لن نعتذر لن نعتذر لن نعتذر على قتل الملايين في ظروف أحيانا بالغة البشاع في مجازر قلّ لها نظير وقلّ لها وصف لن نعتذر لن نعتذر لا على التعذيب ولا على الاقتيالات ولا على المقصلة لن نعتذر لن نعتذر لا على قنبلة الشر والمدن والقرى لن نعتذر لن نعتذر على تجهيل ملايين منكم لما خرجت فرنسا كان هناك أقل من ألف جزائري ثمانمية أو أقل اللي كان عندهم مستوى الجامع بشكل أو بآخر لن نعتذر عن كل ما فعلنا فيكم لن نعتذر هذا تصريح اليوم تصريح ماكرون هذا ماكرون بالمناسبة يعتبر من أفضل ما هو موجود لأنه على الأقل قبل الانتخابات قبل الانتخابات انتعوا جل الجزائر كان يومها مرشح وقال أن أن الاستعمار كان جريمة وكان هذا يعتبر تقدم لكنه يراجع اليوم ونتيجة طبعا للوبيات اليمين واليمين المتضرف والحركة إلى آخره مثلا هو وزير وزير داخلية وهو ابن حركي هو شخصيا ابن حركي يعني هو جده حركي هذه اللوبيات عاودة وضعت الأمور في إطارها وكل ما هناك في هذا التقرير بالرغم أن في بعض الإيجابيات لكنها إيجابيات جزئية شكلية مقارنة مع قلب القضية فرنسا لا تعتذر لي على 132 سنة من تدمير الجزائر ولكنها اعتذرت لليهود عن حكومة فيشي اللي كانت حكومة تابعة للنازية تابعة لهتلر عن حكومة جنيرال بيتا اللي عرفت بحكومة فيشي وما فعلت في اليهود بالرغم أن فرنسا يومها كانت مستعمرة يعني المفروض قل والله الدولة الفرنسية كانت مستعمرة لم تكن قادرة على اتخاذ قرارات وبالتالي نحن غير معنيين ما حدث لليهود لا اعتذروا لليهود قدموا اعتذارات متواصلة وقدموا تعويضات لا تتوقف ربما كثيرين لا يعرفون أن اللي اعطى القنبلة النووية لإسرائيل ما يسمى بإسرائيل هي فرنسا وليست الولايات المتحدة ولا روسيا ولا بريطانيا ولا غيرها وأن اللي اسمح للكيان الإسرائيلي بأن يجري معاه تجارب النووية والجرثومية والكيميائية وفي صحراء الجزائر وعلى أرض الجزائر وضد سكان الجزائر اسمح لإسرائيل بذلك هي فرنسا إذن فرنسا قدمت الاعتذارات والتوبة والأموال والتعويضات على أربع سنوات عانى منها اليهود وبحق عانوا يومها تحت حكومة فيشي بل أن فرنسا قدمت أيضا التوبة والاعتذار حتى لدولة مثل مدغشقر وكانت مدغشقر أيضا تعرضت لتدمير فرنسي لكن بالنسبة للجزائر لما يصلوا للجزائر لا يعتذروا لماذا؟ هذا هو السؤال الأساسي لماذا؟ لما يصلوا للجزائر وصلوا أنه حتى كان عندهم قانون كانوا قاموا بقانون قام به الشراك هذا اللي كانوا يعتبروه أنا ذاك من أفضل ما هو موجود قانون 23 فبراير 2003 هذا كان ذكرتي جيدة أو 2005 هذا القانون كانوا تحدثوا فيه عن مزايا عن 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 البريفيلاج وعن الأشياء الجميلة اللي قدمتها قدمها الاستعمار لمستعمريه يعني يستعمرك يستعبدك يقتلك يعذبك يجهلك يفعل فيه كل مناكر ثم يخرج قانون يفتخر فيه بذلك يفتخر فيه بذلك ولولا ضغوطات داخل فرنسا ضغوطات داخل فرنسا لما تراجعوا عنها الحمد لله أن عندهم ناس منصفين يعني خاصة في اليسار في هذا الموضوع وكي الناس يومها تظاهروا واحتجوا كيف يكون هناك يعني وشنه هذا مزايا الاستعمار وشنه مزايا الاستعمار فخلى يومها الشراك اللي كان صاحب المحنط أن يتراجع ويسحب القانون لكن في المضمون موجود حتى رئيس الوزراء هذا الفرنسي الحالي قال ما نبقى وش حنا نجلده في نفسنا ونتحدثه على المساوة على الاستعمار ووش من مساوة انت عاستعمار يعني كثير منهم يرون أن بالعكس الاستعمار عنده عنده مزايا كثيرة وعنده شوية بعض الأخطاء لكن عنده مزايا لماذا إذن لأن هناك نظام ضعيف في الجزائر لأنه ما كانش دولة وطنية نظام وطني الجزائر لديها إمكانيات ضغط هائلة على فرنسا لديها قدرات لتضغط بشكل رهيب على فرنسا يكفي أن يكون لديك ملايين من الجزائرين في فرنسا فتوصل لهم فكرة الدفاع عن الحق عن الحقيقة مش دفاع عن الوطن حتى فقط عن الحقيقة والحقيقة هو أنه كان استعمار مدمر للجزائر فيقدر الناس هناك يكون عندهم قدر على الضغط ملايين جزائرين في فرنسا وعندهم خوطهم إذا أضيفوا لهم خاصة والمغاربة يستطيعون أن يكون لهم تأثير هائل وشنو حال نظام جزائري اليوم صراع مع نظام المغربي على من يسيطر عن المساجد هذا هي حاله وكأنهم متدينين نظامين كأنهم هذا عندهم الدين توقف عندهم الدين حبس لأنهم يسيطر عن المساجد معناه يكون تابع هذا المساجد يكون تابع لهذه المخابرات أو تلك المخابرات هذا ما كان هذا هو الصراع الذي قايم اليوم في فراسق معنا المغرب أيضا تعرض لاستدمار صحيح ما طالش وكان عمره 44 سنة فقط مقارنة مع الجزائر لثلاث مرات بالضبط وفي حين كان في المغرب هو استعمار في شكل كما سموه آنذاك حماية أو امتداب فإن في الجزائر كان في شكل استيطان أي إلغاء 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 نهائي للجزائريين تولس أيضا استعمروا نصف للفترة التي استعمرتها الجزائر وكانت أيضا بشكل مختلف جزائريين والتوانسا والمغاربة يستطيعون أن يكونوا لوبيات قوية جدا في فرنسا ويؤثروا في السياسات الآن هذه البلدان الثلاثة وسكانها هم أضعف الناس في فرنسا رغم الملايين تحو خاصة من لسبة الجزائريين لأن مش فقط العدد الجزائري هو أكثر من المغاربة والتوانسا مجتمعين ولكن أيضا الامتداد والعمق وأشياء كثيرة لكن لأن عندك نظام عميل نظام غير شرعي غير شعبي نظام عسكري بواجهة مدنية فأنت لن تستطيع أن تفعل شيء بل بالعكس يصبحوا الفرنسيس يستخدموا الوجود انتاعك ضدك بدل ما أن يكون على الأقل يوازن وتكون لوبيات هناك في فرنسا لوبيات لوبيات الأرمن لوبيات اليونانيين لوبيات اليهودية لوبيات تأثيرهم لا يقارن ما لدى الجزائري مع أن أعداد اليهود أو أعداد الأرمن أو أعداد اليونانيين أو أعداد البرتغاليين أقل خاصة الأرمن واليونانيين واليهود أقل بكثير إنما يكون لديك نظام عقيدته هو قتل شعبه هو الحديث على الإرهاب طول الوقت هو خنق البلاد هو الإتيان بواجهات مدنية مزورة برغم أن الشعب خرج يقول تبون مزور جابوا العسكر بل يذهب أكثر من ذلك أن يعد لك الدستور ويجعله دستور في خدمة القوى الاستعمارية لا تنتظر لا توبة ولا تعويض ولا اعتذار من عدد الفرنسيس بالعكس حتى هذا الشيء الذي يره الدار القلة تعبك يعتبر شيء فيمزية يعني